ملعب استاد السويس الجديد مع زميل حسن فنيمة نعرف منه التفاصيل هناك حسن مساء الفول عليك من ملعب استاد السويس الجديد مساء الخير عليك زميل العزيز يحيح حمزة ومساء الخير على كل مشاهدي On Time Sports في كل مكان بالتأكيد احنا على اعتاب مباراة هم جدا لكلا الفريقين الداخلية ونادي الاتحاد السكنداري هنا في ملعب السويس اللي بيعتبر النهاردة هو ملعب فريق الداخلية والنهاردة بتحية تم نقل المباراة الى ملعب استاد السويس من استاد بيترو سبورت نتيجة لانه في مباراة لنادي امبي في نفس التوقيت وبالتالي فضل مسؤوله فريق الداخلية نقل المباراة هنا في ملعب استاد السويس الجديد ونادي الداخلية عنده مباراة هذا الموسم متبقية على هذا الملعب هتكون امام نادي الزمالك لان طبعا نادي الزمالك نادي جماهيري واستاد السويس يقدر يستحمل كل الوجود الجماهيري مع الفرق الجماهيرية لو اتكلمنا على أجواء المباراة فريق الداخلية بالتأكيد كابتن علاء عبد العال في محاضرات نفسية وفنية من مبارح بعدما الفريق دخل في محافظة السويس هنا في معسكر مغلق قبل حوالي 24 ساعة من المباراة وقال لهم أننا عايزين نستمر في الصحوة بعد الفوز الأخير على فريق طلاقة الجيش وقال لهم أنتم لعيبة كويسين ولازم أنتم تصدقوا نفسكم أنتم قادرين على مش البقاء بس في الدوري الممتاز وأن ممكن ماتشو 2 و3 فوزين ورا بعض ممكن يدفع بيك إلى منطقة نص الجدول وأننا عايزين نضمن بقاء الداخلية سريعا في هذه المباراة لأن بالتأكيد النقطة أصبحت من دهب الآن كمان النهاردة فريق الداخلية بيعاني من بعض الغيابات المهمة زيك ينبادي أو أحمد رشيد لكن كابتن علي عبدالعال بالتأكيد عامل حسابه على كل هذه الغيابات لو تكلمنا كمان على الجانب الآخر فريق الاتحاد السكندري زعيم الصغر واحد من أعرق الأندية الجماهيرية على مستوى مصر الحقيقة واضح جدا علامات التركيز على وجه زوران مالونوفيتش المدير الفني لفريق الاتحاد السكندري اللي واضح عليه علامات القلق قبل بداية المباراة كان موجود كده في كوردور اللعيبة خارج غرف خلع الملابس وبصص في الأرض وبيتماشى كده علامات قلق عاوز يفوز النهاردة بالتأكيد بالتلات نقاط كمان فريق الاتحاد السكندري النهاردة عنده عدد كبير جدا من الغيابات موجودة لكن بالتأكيد كده الفريقين بيسعى للفوز الحقيقة ملعب استادي السويس كان عادة بيتقلق بصوات أخضر واحد من أفضل الملاعب على مستوى مصر عشان كده دايما لعبة الفرق بتكون مقلقة لما بتلعب على استادي السويس الجديد لأن النجيلة هنا في استادي السويس عندها حالة كسافة كبيرة حسن بس عايزك تأكد لي بس صابت أموت وخالد الغندور وعمار حمدي مش موجودين النهاردة شام صلاح وخالد صبح للقاف الغيابات دول خمس غيابات عن نادي الاتحاد السكندري النهاردة بالتأكيد هم بالفعل خمس غيابات النهاردة موجودة عن فريق الاتحاد السكندري وبالتأكيد أموم اللعب عمار حمدي وكلهم مجموعة من الإصابات لكن بالتأكيد مع الحديث مع الجهاز الطبي والجهاز الفني قالوا أن بعد هذه المباراة هيتم الإعلام بشكل نهائي عن إصابة الأربع أو خمس لعيبة من القوام الأساسي من فريق الاتحاد السكندري وهيعلنوا الإصابة بشكل رسمي عشان يعني أنه أمام الرأي العام فيه أو الجماهير الموجودة في الأسكندرية بالتأكيد بشكرك حسن شكرا جزيلا زمنا العزيز حسن غنيمة من استاد السويس الجديد وكل التفاصيل قبل مباراة الدخلية والاتحاد السكندري